وفي ليبيا أعلن الجيش الليبي تقدمه في عدد من جبهات القتال في طرابلس بعد مواجهات مع عناصر قوات الوفاق وذكرت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي أنه دحر الميليشيات عند طريق المطار في العاصمة وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش الوطني سيطرت على المنطقة الممتدة من مطار طرابلس وحتى خزانات النفط شكرا